اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نشأت البيمارستانات نتيجة تطور العلوم الطبية ونتيجة الجهد الكبير المبزول من الحضارات الإسلامية المتعاقبة في وقت كانت بلاد الغرب تعامل المرضى معاملة سيئة أو تعتقد أن المرض خارج عن القدرة البشرية في علاجه وكانوا يتركوا المريض ليواجه مصيره ويهتموا فقط بالجانب الروحي بإيصاله إلى ربه خالي من الأخطاء الفكر كان في الحضارات الإسلامية مختلف بناء على الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء لذلك اهتموا بالجانب الروحي والجسدي وطوروا العلوم الطبية بحيث يوجدوا لكل داء دواء ويجتهدوا في معالجة المرضى لذلك كان الاهتمام بهذه المنشآت المعمارية الضخمة والاهتمام أيضا بمكان إقامته فكان البحث دائما عن مكان واسع وقريب من الجوامع لدور الأزان وصوت تلوة القرآن في تهدئة المريض وبس روح السكينة في نفسه وأيضا كان يتم اختيار الموقع بناء على التهوية الجيدة والشمس وتوافر الضوء وهي العوامل كلها بتساعد في القضاء على الأمراض الاهتمام بالمبنى ما كان فقط لأداء الوظيفة كان الاهتمام أيضا بالناحية الجمالية فمنلاحظ في البيمارستان العلامات المعمارية المميزة مثل المقرنصات والنقوش والرنوك والكتابات التي تشير إلى بانيه أو تشير إلى مراحل التجديد نشأت البيمارستانات في سوريا أقدم بيمارستان ظهر في دمشق أيام الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك في القرن الثامن الميلادي ويقال أنه أول بيمارستان يعني تضاربت الأقوال وفي مصادر كتير بتذكر أنه أول بيمارستان كان عبان الدولة الساسانية في إيران لأن أصل الكلمة فارسية وذلك في مدينة جنديا سابور لاحقا استمر تطور وظهور البيمارستانات فانتشرت في دمشق وحلب بكسرة ففي بدايات القرن الثاني عشر كان في مدينة حلب حوالي الستة بيمارستانات دوثرت للأسف وبقية منها سنان نذكر من البيمارستانات التي كانت موجودة في حلب البيمارستان الصغير والنوري والأرجوني وابن خرخار وبيمارستان بني الدقاق البيمارستان النوري هو أقدم من البيمارستان الأرجوني بناه الملك العادي النور الدين محمود زنكي موقع البيمارستان في محلة الجلون جنوب المدرسة البهرمية في زقاق البهرمية يتألف من باحة واسعة ينزل إليها بدرجات والمدخل يتميز بصف من المقرنصات وعليه كتاب متوزع على الجدران السلاسل محيطة بالمدخل تؤرخ لبانيه والبناء الذي أشاده نصل إلى الباحة السماوية فنجد الإيوان في الجهة الجنوبية وقاعة كبيرة مصقوفة بقبة حجرية في الجهة الشمالية وأيضا هناك قاعة مخصصة للنساء أضيفت في بداية القرن الثالث عشر وقاعة صيفية أضيفت في بداية القرن الرابع عشر على يد محمد المارستاني وهذا يدل على الاهتمام بتجديد وعمارة البيمارستانات وتوسعتها الجميل في البيمارستانات أنه كانت مقسمة للرجال والنساء وكانت أيضا مقسمة حسب الاختصاصات فهناك قسم للأمراض العقلية وقسم لأمراض العين وقسم للأمراض الباطنية بالإضافة لهذه الأقسام وأجنحة المرضى كان يوجد غرف خدمية أخرى مثل المطبخ والحمامات والمستودعات ومخازن الأدوية والطعام والصيدلية وغرف العيادات الخارجية التي كانت تؤدي خدمة الكشف الطبي لأهالي الحي اشتهرت مدينة حلب القديمة بتنوع المباني التراثية فيها والتي يتناسب طرازها المعمارية مع الوظيفة التي بنيت من أجلها ومنها البيمارستانات حيث تملك مكانة خاصة تتجلى من خلال نسيجها العمراني الخاص كما تعد من أهم المباني بتحافها الأثارية والرسوم والزخارف المختلفة فيها معروف أن مدينة حلب عبر تاريخ الطويل اشتهرت بمعالمة معمارية المتميزة اللي بتوضح إبداع البناء والمعمار السوري الحلبي وهذا الشي نعكس على البيمارستانات فالبيمارستان ما كانت مجرد أبنية خدمية تؤدي الوظيفة المرجوة منها إنما كانت معالم معمارية مميزة بحد ذاتها فمثلا البيمارستان المتواجدين فيه حاليا منلاحظ كل المفردات العمارة المتميزة متواجدة فيه بدءا من المدخل حتى نصل إلى صحن الدار صحن البيمارستان أو الفسحة السماوية مدخل البيمارستان يتميز بوجود قبة فيها ثلاث صفوف من المقرنصات وعليها كتابة تشير إلى اسم الباني باني هذا البيمارستان في القرن الرابع عشر هو الأمير أرغون الكاملي نسبة إلى الملك الكامل شعبان بن محمد بن قلون بعد المدخل نجد ردها فيها ثلاث غرف الغرفتين على اليمين كانوا عبارة عن عيادات أما الغرفة على اليسار فهي الصيدلية بعد الردها نصل إلى صحن البيمارستان أو الفسحة السماوية وتتميز بالتساعة ووجود سلسبيل في الجهة الشمالية والإيوان في الجهة الجنوبية وعلى طرفيها أربعة أعمدة تحمل أقواسا حجرية وفي نهاية كل عمود تاج يتميز بالمقرنصات الجميلة خلف الرواقين توجد غرف المرضى في البيمارستان الأرغوني يوجد ثلاثة أجنحة للمرضى داخلية عدا الغرف المتواجدة على طرفي الصحن الجناح الأول يتألف من أربعة غرف تحيط بفسحة سماوية صغيرة مصقوفة بقبة كروية ونلاحظ هذه الغرف لا تنفتح إلى الباحة السماوية وإنما أبوابها من الخلف على ممر ضيق مما يدل على أن هذا الجناح كان للمرضى شديدين خطورة أو للأمراض العصبية الجناح الآخر يتألف من 11 غرفة أوسع قليلاً فيه فسحة سماوية أيضاً مربعة مصقوفة بقبة كروية ومفتوحة من الأعلى الجناح الثالث أكبر مخصص إما للنساء أو للشخصيات الهامة مصقوف بقبة مستطيلة الشكل ومفتوحة من الأعلى بالإضافة في القسم الجنوبي يوجد لدينا غرف الخدمة كالمطبخ والمستودعات والحمامات وغيرها نلاحظ في التصميم المعماري الجميل ليس الاهتمام فقط بجمالية المبنى وأيضاً الناحية البيئية كانت متوفرة فمثلاً سماكة الجدران كانت تؤدي دور العزل الحراري والصوتي لمنع وصول أصوات المرضى إلى الخارج كما أن القباب التي تسقف الفسحات السماوية كلها كانت مفتوحة للسماح بدخول نور الشمس والهواء ومنلاحظ أيضاً الاهتمام بالماء والنوافير للمساعدة على تحييئة الجو الهادئ لتوفير الراحة النفسية للمريض وأيضاً المزروعات الخضراء والنباتات الخضراء كانت تطفي جو من الطبيعة الهادئة وتساعد المريض على الشفاء وكان يوجد أيضاً وظيفة بالإضافة إلى الأطباء والممرضين تسمى مؤنس الغرباء كان هذا الشخص يتميز بصوت جميل وكان يؤدي دور الإنشاد وتلاوة القرآن الكريم لتهدئة نفوس المرضى ونلاحظ أن أغلب البيمارستان أشيدت جمب الجوامع للاستفادة من صوت المؤذن في بعث الراحة النفسية في نفوس المرضى البيمارستان ما كانت تؤدي فقط الدور العلاجي وإنما كانت عبارة عن مدارس طبية متكاملة لأن طلاب العلم كانوا يتلقون المعرفة النظرية ويطبقونها عملياً على المرضى ولذلك هذه المراكز العلمية المشعة كانت تستقطب العديد من طلاب العلم وكان فيه تبادل طبي بين سوريا ومصر فكانت مثلاً حلب تستقدم العديد من الأطباء من القرآن كانت البيمارستانات تقوم بأعمال المشاف العامة في معالجة مختلف أنواع الأمراض وفي جميع الاختصاصات ولكن ارتبط اسمها لفترة من الزمن باسم مشفى الأمراض العقلية وقد بقيت كذلك مدة طويلة إلى أن اعتراها الإهمال وتضائلت مواردها وأغلق أو تهدم الكثير منها مع الزمن في فترة ما اقتصرت البيمارستانات على استقبال مرضى الأمراض العقلية لذلك للأسف ارتبطت كلمة بيمارستان بمشفى المجانين ولكن هذه الكلمة كانت تشمل مشفى للعديد من الاختصاصات وإيمانا من الدولة السورية بأهمية هالمعالم المعمارية المتميزة سعت إلى تسجيلها على لقاحت التراث الوطني فسجل كل من البيمارستان الأرجوني والنوري بقرار وزاري مستقل كمعلم أثري مميز بحد ذاته لذلك عملت مديريت الآثار على الاهتمام بهالمكانين رغم أنه ملكيتون تعود لمديريت الأوقاف فكان دايما فيه مشاريع ترميم مستمرة للحفاظ على هالمبنى وصيانته وقبل الأزمة أهل بشكل كامل وكان متحف للطب والعلوم عند العرب وكان مجهز بالتماثيل تشير إلى العديد من الشخصيات الطبية التي تعاقبت في الحضارة العربية الإسلامية مع الأدوات المستخدمة في العلاج وكان الموقع مجهز بتجهيزات صوتية وبصرية لعرض تاريخ الطب في مدينة حلب ولكن للأسف هذا الموقع كما العديد من المواقع المميزة في سوريا طالته يد الإرهاب والتدمير وتعمل حاليا مديريت الآثار والمتاحف على إعادة ترميمه لإعادة تأهيله وتحويله إلى مدحف مرة أخرى بعد أن سرقت جميع محتوياته برأيي الشخصي هذه المعالم مميزة جدا لأن تختلف عن المعالم المشهورة في حلب مثل الخانات والأسواق والمدارس الدينية والكنائس وغيرها البمارستانات إلى دور خدمي وإنساني لازم أن نحافظ عليها ولازم أن نرجع نعيد توظيفة بالوظيفة التي أنشئت لأجلك فممكن أن تكون نقطة طبية تختم أهالي الحي وتكون عبارة عن عيادات أو حتى صيدلية للحفاظ على دورة وتذكير الأجيال بمعنى كلمة بمارستان ودور البيمارستان المميز عبر التاريخ الطويل بناء البيمارستانات كان نتيجة مهمة للفكر والجهد الذين ادذلتهم الحضارات الإسلامية في تطوير الفنون الطبية فقد تأسس العديد من البيمارستانات في العالم الإسلامي وبلغ بعضها مكانا عظيما حيث كانت تعد قلاعا للعلم والطب وخصوصا أن الحضارة الإسلامية سبقت أوروبا في ذلك الوقت بأكثر من تسعة القرون ترجمة نانسي قنقر